هاي جماعة زيكو انا النهاردة طلع من ملتقى المبدعين تلاتاشر مع فنانة جديدة الفنانة هبة عاطس. هتوارينا النهاردة يعني اه حاجة جديدة جدا انا ما شبتاش في اي معرض. هتشرح لنا اللوحة بتاعتها والخمات التي استخدمتها. زيك هبة. اه اللوحة هي لوحة اوريجامي. اه هو فن ياباني. معناه طويل ورق. اه اللوحة دي متنفذة بورق معي التدميره. اه الوحدة الاساسية اللي انا مستخدمها في اللوحة هي الوحدة دي. اه اللوحة دي خدت اتناشر الف وحدة. ايه دي? اه بالزبط كده. ايه دي جماعة الوحدة اللي انا مستخدمها. اللوحة دي ست درجات الوان. اه انا مش بختار شخصية علشان هي مشهورة او كده لا. انا ليه يكتب عبارة عن لقطة معينة. عبارة عن مشاعر معينة. هي اللي بخاليه ان انا اه اخدها. وابدأ ان انا نفذها عن طريق فن الوريجامي. والمميز هنا انه الفكرة انه اه الفن ذات نفسه والورق بيسمح بفكرة انه هو يديني الملامح ويعبر عنها ويجسنها لي وحاس انها طلع على اسمها من الورق. بصراحة بتنطق. تنطق وعمري ما اخمن ان هي دي. يعني عمري ما اتجيش في بادي. وليه اخدتك قد ايه دي? يعني ايه هو ممكن اللي هتاخد لها من خمس ست شهور. اتاخد لينه اه بمره بمراحل اول اقطع الورق اه مأسات معينة. وبعد كده اه ابدأ الف الوحدات دي. وبعد كده ابدأ اعمل طبعا انا محددا عايز اقضي ايه عدد ومحددا عايز اقضي ايه الوان. حسب اه الباترون اللي هوا معمول للشكل. وبعد كده بقى ابدأ الون وانشف الورق. وبعد كده ابدأ مرحلة التركيب وفي اخر خلص اعمل الجراس. ايه زي الفوزل. كانت بتبني فوزل من الاول. سويا سويا. طيب. قليني اه اه اول مرتش تركيبينه ايه او او شوك ده ام؟ لا شبكت بيها في معرفة كده. بس هي مش اول لوحة دي اللوحة دي اللوحة دي عم عشرة. اه اه في لوحات تأمينها وفي لوحات بعدها. في لوحات اللي اللي بعد كده بقى بيبقى اه اه احجم اكبر. الفكرة حاجة تانية خالص. يعني اللوحات اللي بعدها ومش بس التطوير في الناحية الشكل اولي انا بطر شكل او بطر شكل. بطر فكرة تانية. طب قوليلي انت ايه رائيك في المعرض. خدتي بص على المعرض. ايه رائيك. انا بصدتي وفي لوحات جميلة جدا جدا. وفي افكار جديدة انا اول مرة اشوفها النهاردة. فالمعرض ترحها في شغل. طب قوليلي اه اه اتقولي ايه الجيل الصاعد اللي عايز اشترك بخش بقى فرقة المعارض وانه يارد حكته ويتقرق انت تنصحهم بايه? اه عن صحهم فكرة ان هما لما بيعرضوا حاجاتهم هما هي تعطيبها لخطوة مرحلة اولانية بس ان هما يبدأوا يدخلوا العالم ده ويشوفوا ويتعلموا فكرة ان هما يشوفوا لو حد تانية فهتديهم افكار جديدة. يبدأوا ينفذوا يدعوا يعرفوا ايه اللي هما بيحبوه ايه اللي مش بيحبوها كزا يعني. طيب انت تحبي توجيه كلمة لدكتور اه عبد النصر عناية قديله ايه? اه دكتور عبد النصر استعداني يشوفوا عندي بدانا ويسمح لها فعلا ان احنا نتعرف على فنانين وغاية تعرفونا فن جديد اه من احنا نزود اكتر نس مع كمان اراه ناس اه نطل ايجابي او سالبي. فقد ده بيساعد الناس انها هتطور باكتر في الفن بتاعها. شميم في دخل اي معارضة تانية قريب? اه يوم من خميس جايه ان شاء الله. اشوفك هناك. انا هناك برضو ان شاء الله. خلاص احنا كده يا جماعة معانا كان الفنانة هبة مع شغلها الرائع الاورجامي التحفة. اه وده طبعا اللي مش عارفو ده وولد سميت. لا ده ده افقاني فيلم. اه ماشي. بس هو يعني يا جماعة هو باين جدا. واه اشكرك يا جماعة واشكرك يا فنانة.